كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني نسمو برآها سطرها في فتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم أضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين باب فضل النفقة على الأهلي نعود إلى فتح الباري فتح الباري في شرح الصحيح البخاري فتح الباري يعني الله عز وجل هو الباري سبحان الله بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه هو الذي شرح ما جمعه الإمام البخاري من صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نأخذه كل ثلاثاء وأربعاء وخميس حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله أهله يعني زوجته وأولاده وهو يحتسبها كانت له صدقة يحتسبها نحن لأنه في زمان نحن في زمان قلة الأرزاق وغلاء الأسعار والإنسان لما عم يصرف على الأولاد صارت المبالغ كبيرة صارت المدرسة تكلف مبالغ الجامعة يا لطيف يعني كلهم مبالغ أنت هلأ شو بدك تحتسبها هذا إنسان من صلبك هاي البنت من ذريتك شو بدك تساوي بدك تنفق عليها احتسبها عند الله عز وجل قول يا رب عوضني خيرا ولكن إذا بدي زوجها وبقى يكون الإنسان ببركة هؤلاء يرزقوك الله عز وجل هلما نشوف إذا كانوا بنات البنات لهم حساب لأنه لهم ترتيب آخر كلهم خير الذكر والأنثى ولكن الإنسان يعني إذا رزق بالبنات البنت بده مصروف خاص شاب يلبس بيجان ترياضه يمشي هاي بده بانطو بده حجاب وبده بده يعني يعني حذاء خاص وبده ترتيب معين بده من تدير باله عليها يوصلها وجيبها كلها يشو اسمها شوفوا المنظومة في الإسلام ما بجي يجيب الواحد الولد يتركه جيبه تحطه عندك تنفق عليه ولك الأجر وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وأولى الأنفاق شو هو النفق على الأولاد يقول عامر بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يعودني وأنا مريض بمكة يعودني عادة يعود لأنه المريض بده من يزوره مريض يعود هيك لحاله بيصير أنه بيفكر بالمراض بيفكر هي بيجي واحد بيزوره يبعث فيه أملا يعود هيك معه سبحان الله ما في مثل الإسلام شوفوا الجوار والإحسان إلى الجوار إلى حالة منظومة زيارة المريض جبر خاطر تشريع الميت كون الميت بيفقد عقله أيام إذا كان يعني مثلا أبو أو أمه بيجي واحد يقوله عزم الله وإجركم إن شاء الله ربي بيجعله بعليين بيجي نحن فقرها الله وكي لكم نحن قد ما شفتها المليارديرية بالعالم نحن فقرها هلا بيجي واحد بيجي لك عندي عشر دونمات تبيعون هدول طلع عليهم مشروع لك شو أنت كان الواحد ياخد ضيعة بكاملها لنقولوا إنه أخطاعيين بالزمن اللي قبل منها شو كان عنده أربع خمس ضيع خمسين ألف دنوم شو خمسين ألف دنوم هدول 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 أحسن من مئة ألف بير نفط خير يوزع على البشر هلا نحن فقراء نحن أولا وآخرا فقراء إلى الله فقلت لي مال أوصي بمال كله قال لا قلت فالشطر شطر يعني نص قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير تلت والتلت كمان كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم قال للواحد يجيلا الله يرحم أبي الله يرحم طراب والله ترك لي يعني تركنا حسن حالنا شوي شو يعني صار كان عندي بيت صغير وكبرنا شترينا سيارة كمان البنات طلع له نحص الله يرحم طراب هلا ما في شي ما عميرت شي الواحد خرجوا فقراء من الدنيا وكما ما هلا الإنسان هلا أحسن إنسان هلا أعد بهذا الزمان إذا بيحرط من الصبح للمساء وبيقدر إنه يعني يكفلهم لأولاده هذا فاز وربي الكعبة كان بأيام زمان يطلع الواحد على ولو على الخليج واللي فكروا الناس إنه كانوا يقطف من الشجر هو كان كان أحسن من هلا يطلع يعني يعني يأخذ لألف ألفين يصمد هون أو ثلاثة أربعة يصمد هون على مدار السنة كذا بيجي يشتري بيت هلا يلي أعد هني قاعد بالأجر سيارته على البنك شو كمان ويعطو هذا الكريديت آخر الشهر بيطلع مديون مص العالم يلي قاعدين بالخليج يمكن آباء أمهات نعم يبعت لون تغير يت الدنيا قال ومهما أنفقت فهو لك صدقة كل شي تنفق على الأهل صدقة ألا والله أجهت الصيفية على البواب بدهم أشياء مثلا بدهم مروحة بدهم مكيف ما بيحسن هل المك كان يلي عنده يجيب مروحة بالبيت هذا زلم شو لماذا الإصراف هذا نحن سنة الماضية عند أخ بلودان كل غرفة مكيف بلودان يعرفوا بلودان بلودان يعني البرد والتلج تغيرت الدنيا والله يا بابا معم حسين أدروس وبكالوريا وكذا ودي وكيف حقه حقه يا لطيف يا لطيف يا لطيف يجمع حاله وكذا وهي الدنيا صارت صعبة قال ومهما أنفقت فهو لك صدق حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك في يعني أعطيتها اللقمين لا أم أم إيش شو بتحب نادي لقدام لادة أم كذا أو اذا بتحب هي باسم الله يزيك الخير شايف هاي هاي صدقة ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون يعني شو الله عز وجل يعني مو كل الولاد بيستهلوا يعني انت كان عندك خمسة كلهم قدمت اللون في واحد بناتهم بيكون يعني صدقة جارية عن روحك وإيام بيطلع بلوع بكل بيت شوفي لو ما عطيتها كلك ليش ليش عم تصرفون الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته كل الأحكام التي تتعلق بالانفاق الانفاق واجب والانفاق فرض عين الله عز وجل هيك جعلها صدقة وهي فرض هدول كانوا سبب وجودهم في هذه الحياة أنت بابا بدنا جبني ولبني تاني يوم الخبزات تاني تاني يوم الطلبات تتغير اللحمة خلصيت أربعة الفواكه والخضرة الله عين الناس مهما عمل عمل الإنسان في هذا الزمان صعبة الشغلة صعبة ذكر لي أحد من عاشر أهل ذاك الزمان رأي العين قال كان يوزعوا على الفقراء والمساكين في العشرة الأواخر من رمضان يجيبوا كيس سكر وكيس طحين هذا تبع الألم أحمر شوفوا انتمهوا كيس سكر خمسين كيلو كيس طحين خمسين كيلو ويجيب كيس أو كرتون فيها مثلا خمسة كيلو جوز خمسة كيلو في ستو من هذه الأشياء الطيبات بعدين يجيبوا تنكية سمنة هاي الأم الساة عشر كيلو هاي شو اسمها أكتر من النصية كاملة هاي البقرة الحلوب أو الحيواني بشان الفقراء يساو معمول هاي للدرويش هاي هاي للفقراء والدرويش الدرويش كان يعطى بالمئات هلا إذا يمكن تذكرته أنت بتجيب له علبة حلو أو ما شابه أنه لازم حتى يتذكر أنه نحن بعيد بعيد الفطر أحسن شي بالنسبة للحلويات هاي بيجيبوا الحلويات بشان يضيفوا المعازين بالعيد بيقوم أهل البيت بيأكلوهم كلهم إن شاء الله صح وانا تلاقي في خربط كنا في المستشفى عم نزور كبعض الأحباب ما شفت قالوا ما في غير يعني خمسة فايتين وخمسة طالعين قالوا الدكتور لك شوفي شو القصة بالمستشفى قال لي هذول شهداء المعمول سكر عم ارتفع وضغط عم منزل وخلي الله النفقة على الاهل واجبة بالإجماع سبحان الله لينفق ذو ساعة في نفقة كل واحد على قد بساطك أيام زمان كانت كان التدريس والجامعة بلاش كنا روح المدرسة شو المدرسة تجدوا الواحد خلاص خلاص من السابق من الأول للأديش للباكالوري بعد يفوت على الجامعة أنا أتذكر لما سجلت بكل الحقوق دفعت تسعين ليرا بالسنة الأولى تسعين السنة الثانية قال مئة وعشرة زاد وعشرين ليرا آخر إن شاء الله مئة وعشرين يمكن تخرج آخر آخر وصل دفعت بمئة وخمسة وسبعين هلأ إذا بد تفوت على الكي جي يعني قبل الصف الأول بمدرسة بشان إنه ياخدوه جيبوه بيئلك رقم هلأ هون ببلاش عنا بالنسبة لغير الدول بس كمان نحن ما يستطيعها إذا مدرسة خاصة بيئلك هلأ بعشر ملايين يا ربي دخيلة من ملايين طيب هذا كله كان ببلاش واللي عنده أربع خمس أولاد من أولاد هك كانوا ست أولاد ولدين العمد عمد لذلك صوروه النصيحتي هن عمير وحو هن عميجو بكرة بصير عمره 25 30 سنة قبل ما يتجوز قال له حبيب أرجوك أنا أنت شايف حضر وصوروهم بالمشاهد التي التي فيها فيها حرج لما يلغم يطحاله بأي شغلة قال له هاي فضيلتك انت هذا شايف حضرتك شوف هاي قال له هذا شيء موسق مو بس لما هو يلابس الشغل اللي يعني اللي فيها جمال وكمال وعلى 24 قال له هاي حضرتها حقيقة تستوي فينا معقول تهدر بالصوت بالصوت والصورة هي شغلة موسقة أرجيها وأرجيها للبنت شوف يا حضرتك شو كنت تساوي ربي بيقول أيام زمان ما كان في كان يأخذوا له ناكل صورة يا تزبط يا ما تزبط اللي حط له يا لما عم يبكي قال له حضرتك انت ما كنت تنيم من الليل اللي أنت فضيلتك هاي استاذ الأساذ زي طيب قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قرأ عن كعب ابن عجرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه شاب طول بعرض شغل عاملك يعني مثل ما بيقولوا فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله هذا إذا بيطلع بمسك السيف هذا شوف يروح له عشرين مشرك فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله من الصباح تروح شوف الواحد تليفونات ويسبت الضاعة وهون بيخسار وهون بيرباح وهون هذا كل في سبيل الله أنت من وقت ما طلعت من بيتك أول ما شربت فنجان للأهوة وتحملت جواحد راحت للضاعة راحت كله في سبيل الله ما فيش عند الله لذلك بكرة نجي يوم القيامة صعيم أليل صلاة وصيام مثلا بغير رمضان بس هو ماشي في سبيل الله قال قال إن كان خرج يسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله عنده أبو أمه عنده دواء الضغوط عنده سكر يأخذه يغسله الكلاوي الله يشفي كل موجوع هاي شغلة الغسيل يا الله طيف يا أهوان هاي من ثلاثين سنة ما كنا نسمع مثلا بدمشق كل عشر حالات هلا عم تلاقي شباب صغار وهذا بعدين أنت هلا ما فيك شي يشكر الله هذا بدي يعطوه دواء قبل ويروح يعود على المكان أربع ساعات بصفر وبرئ وبرجع دايخ بعد من ثلاث ساعات لسه ما فا بيجي بعد ثاني يوم هاي لحالة يا أخوان تفيك شي عم تشرب ميه كتر ومشرب الميه الميه تكون بس ديروا بالكون يعني حالة حسب المنطقة بشام يعني شغلة ظريفة بس أيام تتعكر الله لا يعكر إن قلبه لا مزاج قال وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفوها شاب يتزواج هلا الشباب عم يروحوا الله عين شو يعطوه مليون شو مليون شو مليون هلا هذا إذا كان خمسمائة ألف هذا فوق بالجبل يعني بآخر يعني معامر الله إذا بدأ يأخذ له هيك بيت هون بشار بغداد ما بيعطوه مليون ما برضو طب هذا شو هذا شو بدأ يساوي نبي عين صام قال من ولي لنا عملا اللي عم يشتغل في بيت مال المسلمين شغلة يعني عند النبي عليه صلى ولي يتخذ بيت وزوجة ومسكنة نحن من زوجه كمان شو نحن نشتري لبيت واحد عم يشتغل معك وكذا وهي في الإسلام الإنسان صدقت أو زكاة المال عند السادة الشافعية أنه يعطى منها الإنسان حتى يصير الفقير عنده حد الكفاية بيت بتشري له يا خلصنا يوش على الراس هي تبع الأشار ما شو كمان تكفي بده بده برات بجيب له برات لأنه البرات شو صار كانت النملية من يذكر النملية مين فعوا إيدي كون أنا أنا كان عندي نملية والله أذكرها النملية بتدل على الكرم ليه لأنه الواحد بيجيب الطبخة حطون وين بالبرات نجو صار يطعون للبرات الأخير يبكل ماشي وإن كان يخرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان الله هاي قليل بس يعني في ناس بالله الرايع على الصين ليش والله هيك لنوم هني طالعين على الصين كان قبل ما تصير الأزمة عندنا كل ما يصير هيك معرض ما معرض يجو بعض التجار يعلق في معرض ما نروح معكم إختصاص مثلا لنفرض بالطحين والأمح هذا معرض ألبس إيه والله دائق خلي نروح عود لايش شغلة تنتفع فيها ما نطلع مفاخرة نطلع لنشتغل كان يسافر يسعون النبي عيسى وصلا كان يسافر من وين من مك لوين بالشام كان التجارة كان يطلع الخطوط السعودية أو على ممكن على أجنحة الشام ما بعرف كان يمشي مشي كان يركب البعير يركب الخيل والإبل مشان المال الحلال هلأ شو هلأ يعود الواحد على مكتب ويشغل وسكر وكاميرات وماميرات وشغلته ألو 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 منيح بس يعني الله لذلك طلب الحلال من المال والنفقة على العيال من أفضل الأعمال لا يعدلها عمل من أعمال البر خير مكرا ما نكمل أنه أفضل الصدقات واحد ما عنده كثير مال لأنه يتصدق يتصدق على مين على ابنك والله يا أبي والله المتطلبات ويفوت على الجامعة هندسي بده العدة تبعه أدحق أربع سيارات أيام زمان أبدا العدة عدة تبع المهندس طلب لك هذول الأشياء هاي حقات ما مئة ألف والله يا أخي أنا شاري سيارة بزماني بسبعم مئة ألف فره شو شو هم تحكي المريول هذا طب طبع وحقه هذه الحسبة للدكتور كله تغير بس أنت وين أنفق أنا بيجي بيقول لك أنت بشان ما يجع كون رأس كون وكل الأمهات في البيوت الملف تبع المصاريف الصباحية أنا بيجي بيجي معك مئة ألف أبي شو مئة ألف والله كنت في الصف الثاني الابتدائي هاي الله يشهد عم أسألك طالب الطلاب تلو قديش أنت يعطيك أبو اللي يعطيني ليرة تلو ليرة ليرة يا سلم تلو أنا ليرة بتظل معي الله وكيلا خمسة عشر يوم تلو خمسة عشر يوم قال لي والله أنا بصرف كل يوم ليرة تلو الله يهديك على الإسراف هذا هذا إسراف هذا إسراف ليرة فأين الله هلا ما عنده ليرة عطي عطي مثلا ألفين ليرة بلغ شو بدي يشتون ودو خمسة تلاف ليرة ما بشتغلوا معه عشر تلاف ليرة ما بشتغلوا معه دول بسكوتي ما بسكوتي يا الله كم تغير الحال الله لا يخلي البركة من حياة المؤمنين يا ربي البركة في الصحة والبركة في المال والبركة في الوقت لك ما في يلي يلي يعني يضبط وقته يفصل الانستجرام والواتس ابو بشان يقرأ قرآن بشان يروح الدرس أما هلا ما في ما في بركة قلت لا ساعدين برمضان وقت الدرس ما لا يسمع لا يفهم ولا يفهم من يتصل معه اللهم إننا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات هلا هيا نحن شفت هاي هون هون الدروس اللي فيها الفتح والخير على راسي رمضان رمضان كان في ضيوف أنتوا الأهل هذول ما بتركونا يري كل يوم هلا أنا قادر الله هو القادر أنه ساوي كل يوم درس حتى سبت أحد تنين يعني كم الحب إنه الواحد يعني يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود يتخولنا بالموعظة خشة السقامة علينا مرة يعطي مرة مرة يعطي ليه مرة ترك له مجال أنه يروح مرة يعني بسافر سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس جمعة بضل عنا حتى أنه يسمع الدرس ما استطعت مجلس العلم روضا من الرياضة اللي جني ما بتعرف أين بتجيك حصتك القلبية غير العلمية العلمية بنسمع وقل اعملوا سمع سمع لكي تشتغل مرة كل مرة هلا من الصيف ندير بالنا أكثر وقالوا ما بتكون كان أحد أخواننا الكرام بس ميسور حتى تقول لهم على باب البيت من جو من بره من بره يروحوا بابا كل واحد ياخذ بس وسيغ فيهم صاروا كبار وكذا وإيه أي في كان أيام زمان وفراط على 25 عشرينا تلي هلا بابا كل واحد ياخذ شبعهم حتى البنت تروح لعند بيت زوجها كانت تاخذ الـ 25 والـ 50 ألف وما عنده مشكلة أبوها أما الواحد يروح جوعان تشوف جوزة معه مصهري وتصير إيه تلحب منه الله يهدينا اللهم هدينا في من هديت وتقبل منا بسر الفاتحة كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصار من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختار بمعاني نسمو برآها سطرها في فتح البار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر